طيب الحمد لله اخترنا سويتش عملت الوردر مع البرتنر اللي هي الشركة اللي هتورد لك السويتش ده واللي هتشتريه من سيسكو بالنيابة عنك وهتخلص لك مواضيع الجمارك المتعلقة به الى اخر هزا الكلام ده لو ما كانش السويتش موجود فيه اللوكال ستوك او مش موجود فيه السوق بتاع الدولة اللي انت موجود فيها سيسكو بتبعتلك السويتش بتستلمه في الشركة بتاعتك وطبعا اجراءات الاستلام بتختلف من شركة للتانية لو انت شغال في شركة فاكيد طبعا بيدخل المخازن بيكون فيه شغل الاستلام وتسلم بتروح حضرتك تعاين الكارتونة او تعاين اللي جاتلك وتتأكد ان السويتش فعلا موجود جواها الى اخر هزا الكلام عشان تطمن ان الجهاز سليم مفيش فيه عيوب ظاهرة مفيش حاجة في الكارتونة مفيش خبطة جمدة او واقع قدة من الجزء من السويتش اللي جهوها تكسر الى اخر هزا الكلام اللي يبان تقليدي ونمطي جدا واي حد المفروض يكون عارف يعمله من غير ما يتقلو عليه بتاعت السويتش بتجيلك بهذا المنظر يعني خلينا نقول سيسكو تسعة تلتمية نظريا انت المفروض بتستلم كارتونة شبه كده كارتونة طبعا بتكون كبيرة يعني بتكون كبيرة عشان ابعاد السويتش او ابعاد الجهاز دوت بتفتح الكارتونة المفروض انك بتلاقي فيها مثلا الكاتالوج خلينا نقول بتلاقي جواها مثلا اه يعني بيكون لمنظر كده بتلاقي الباور سابلاي موجود لوحده بتلاقي بعض الكابلز اللي موجودة بتلاقي السويتش اه مخطوط في اه فوم او مخطوط خلينا نقول في اه فل او نوع من انواع الحاجات اللي بتقاوم الصدمات الكابلز الكلام ده كله بتطلع الجهاز وبتفك الكياس اللي موجودة عليه وبتحطه عندك في المكان اللي انت هتبدأ ان انت تجاهزه عليه خلينا متفقين ان طبعا الباكيج بتختلف على حسب انت جايب انو سويتش يعني انت لو كنت مسلا جايب سويتش زي 9500 فانت بتتكلم في حجم سويتش ممكن يكون شكله مختلف شكله اكبر لو جبت سي 9600 هو ال 9500 بمناسبة مش اكبر لحاجة هو بس الفكرة ان هو فايبر والكلام ده كله بيدعم سرعات 40 جيجا برساكن لو 9600 هتلاقي ان الباكيج او حجم الكارتونة بيكون اكبر فانت عموما يعني احنا بنتكلم في ايه؟ يعني بنتكلم ان انت هيجي لك الباكيج التقليدية دي حضرتك بتطلع السويتش من الكارتونة بتحط فيه الباور سبلاي الباور سبلاي اذا ما اخشفنا مع بعض بيكون مش متركب يعني بيكون الباور سبلاي بيكون جاي في كيسة الواحده فانت بتفتح حضرتك بتطلع الباور سبلاي ده من الكيسة والمفروض انك فيه السويتش يعني فيه ضهر السويتش بتاع التسعة تلتمية في المكان ده كده تقريبا بالزبط زي ما ان شايفين كده بيكون هناك فيه كده زي حديدة الحديدة دي معمول عليه كلمة سيسكو انت لو بيديك مساكت الطرفين الطرف ده والطرف ده وضغطت عليهم وشدتها الحديدة دي هتتشال هتجيب الباور سبلاي بس تتأكد انك بتخلي البلاستيكة اللي موجودة دي اللي هي بارزة عن الباور سبلاي في الاتجاه السفلي وبتضغط او بتدخل الباور سبلاي فحتلاقي بيدخل معاك وبيدخل جوه السويتش. حضرتك كده قدرت انك تدخل الباور سبلاي جوه الهاردوير بتاع السويتش. هتجيب بقى مصدر كهرباء ويفضل طبعا انك لما توصل سويتش او توصل اي جهاز غالي توصله عن طريق يو بي اس. يو بي اس ده من الحاجات اللي بتخليك انك تدي طيار مستمر للجهاز اللي انت هتوصله عليه وتحميه من خطر حاجات زي اه تغيرات الطيار شدة الطائر مفاجئة او الديرتي شوتداون. الديرتي شوتداون يعني ايه يعني اللي قدر الله الكهرباء فصلت فان الجهاز الكهرباء متروحش عليه اوتوماتيك متروحش عليه مرة واحدة. لا لو الكهرباء فصلت هو ستيل بياخد كهرباء من اليو بي اس لحد لما حضرتك تعمل سيف للكونفيجريشن او سيف او حفظ الاعدادات اللي انت بتعملها بعد كده ممكن حضرتك مشكورا تطفي الجهاز لحد لما الكهرباء ترجع ده لو افترضنا من الموضوع عبثي بهذا المنظر المهم اه وصلت الباور سابلاي اه وصلته كهرباء من مكان او من مصدر كهرباء اه اه زي اليو بي اس اليو بي اس برضو لو احنا مش عارفين من المنظره فده بيكون شكل اليو بي اس مش بتكلم على شكل الشحن طبعا بتكلم على جهاز بيكون شكله تقريبا اه بيبدأ من هذا المنظر بيكون جهاز بيدخل فيه اه مصدر اه للكهرباء بيكون ليه مصدر جاي من الكهرباء ويكون في الظهر بتاعه في اه مخارج للكهرباء تقدر تاخدها وتشغل بيها الاجهزة بتاعتك ساعتها الجهاز ده بيبقى حرفيا اي من عن طريق البطاريات اللي موجودة لجوه اليو بي اس والبطاريات دي بتكون بتتشحن بشكل مستمر من مصدر الكهرباء المتغير اللي هو جاي من بره وليكن مثلا القابس الكهربي اللي بيزود اليو بي اس ده بالطاقة الكهربائية السويتش هيبدأ انه هو يقوم معاك بمجرد ما تخطي فيه الكهرباء الطبيعي بقى كده انت هتبدأ انك تدور على انك ازاي تقدر توصل بالسويتش ده عشان تقدر توصل بالسويتش فالحضرتك محتاجه انت محتاج يكون معاك حاجه اسمها سيسكو كونسول كابل وده غالبا لو انت ما طلبتش جهاز سيسكو قبل كده بتطلبه اول مرة حضرتك بتشتري سويتش وبتطلبه مرة واحدة او مرتين بالكتير قوي لان هو اصلا تمنه حوالي يعتمن بيبقى غالي شوية فانت مش كل لو انت هتكتري الف سويتش ما تشتريش معهم الف كونسول كابل ما لهمش لازم يعني فانت هشتري كابل او كابلين بالكتير بيجي لك طبعا الكابل بهذا المنظر اللطيف الكابل دوت بيكون من ناحية RG45 ومن ناحية التانية بيكون DB9 بيكون بورت سريل مع الاسف الشديد مفيش دلوقتي اجهزة كتير بتدعم المدخل دوت فحضرتك بتروح تشتري كونفيرتر الكونفيرتر دوت بيعمل ايه؟ الكونفيرتر ده دي بي ناين تو يو اس بي كونفيرتر من ريديو شاك كان ريديو شاك بيبيع كونفيرتر محترم كان هو ده شكل كونفيرتر اللي بيباع من ريديو شاك فكان محترم وبيعيش سنين كتير ايه كان من الحاجات المحترمة جدا بوصل الطرف دوت في الدي بي ناين او كورت السريل اللي جاي من الكابل كونسول واليو اس بي بوصلها في الجهاز بتاعي طيب وصلت الكلام ده في الجهاز بتاعي بنزل بقى على جهازي ابليكيشن اسمه بوتي الابليكيشن اهو بوتي بعمله دولوود هو يعتبر ابليكيشن مجاني ويكورت تابول مش محتاجة تصطيب وبافتراد دلوقتي ان انا موصل كابل الكونسول في السويتش ومن الناحية التانية موصل كابل الكونسول دوت في اليو اس بي كونفيرتر واليو اس بي كونفيرتر وصله في الجهاز بتاعي وبافتح البوتي دلوقتي وبقوله ان انا عايز اوصل سيريال والسيريال بتاعي هيكون كوم وان وعشان اعرف الكوم ده بيكون منين طبيعي بافتح حاجة اسمها الديفايس مانجر في الجهاز بتاعي وبانزل ادور في السيريال ديفايس طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي على جهازي بس بتدور تحت كلمة البورتز الكومزي دي بتشوف هو في كوم رقم كامل واصل فمسلا هتلاقي في كوم وان تو سري فور لو انت مش متأكد افتح كوم وان تك انتر تشوف هالي ظهرت لك حاجة بتدل ان انت وصلت بالسويتش عن طريق كوم دوت اولا ما فتحش حاجة جرب اتنين تلاتة اربعة المهم ان انت في النهاية لو الدنيا بتاعتك سليمة وانت واصل بيه بشكل صحيح هتفتح وتلاقي نفسك واقف على صفحة ايه السويتش طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده على الباكت تريسر بيتم ازاي هو اللي انت هتشوفه على الباكت تريسر هو حرفيا اللي لك نشرحه دلوقتي هو اللي انت اصلا هتشوفه في الباكت تريسر انت اشتريت سويتش اه دي سويتش بتاعنا هو في الباكت تريسر بعد ما اشتريت سويتش انت حضرتك هتروح جاي جاي باللابتوب بتاعك باللابتوب بتاعك بقى هتوصل اللابتوب بتاعك هتيجي عالكابل و هتختار من الباكت تريسر انك عايز حاجة اسمها الكونسول كابل و هتلاقيه في الباكت تريسر عاملين الكونسول كابل دوت بلون لبني ازرق سماوي عشان هو ده اللون الحقيقي بتاع الكونسول كابل وبتختار كده الكونسول كابل عندي هنا بتوصله من السويتش بتوصله في السويتش على RS232 و ده رقق اسم البورت السيريال ولكن زي ما احنا قلنا احنا عندنا هنوصله على يو اس بي وتوصله في السويتش على بورت مش اي بورت على بورت اسمه الكونسول كابل خلينا عارفين ان السيسكو تسعة تلتومية سويتش بيكون ده المنظر بتاعه من قدامه بيكون عندي البرتات التمانية واربين بورت الاثرنت الوان جيج و بيكون عندي الفايبر كيبل او الفايبر كورت اللي موجوده و لما بص على السويتش ده و اتمنى الضهر من الرير بلاقي المنظر ده موجود كده عندي الـ power supply الـ stack port مش موضوعنا دلوقتي الفانز اللي موجودة فيه و الاهم بلاقي ان فيه بورت متلون تحته باللون الازرق السماوي هو ده البورت بتاع الكونسول اللي موجود في السويتش فانا بمسك الكونسول كابل البورت الـ RG45 اللي موجود فيه بوصله في الكونسول بورت اللي موجود على السويتش لما اعمل كده بفتح الجهاز بتاعي و بفتح دلوقتي اللي موجودة على اللابتوب بتاعي بفتح الـ applications اللي موجودة على اللابتوب بتاعي و بفتح الـ putty اللي هو في backtracer اسمه الترميل بختار رقم الـ com الـ clock rate بيبقى الـ default تحت 9600 طبعا هو فيه معلومات عن الـ default clock rate الـ default data bit الـ default parity ولكن الطبيعي ان انت لما اخذك بتفتح الـ putty application الاعدادات اللي موجودة هنا ما تلعبش فيها انت بسل هتغيره هتفتر serial 9600 فقط ما تعملش اي حاجة تانية بس تختار serial نفس الشيء هنا هختار و هضغط اوكي هلقي نفسي فعلا على الـ packet tracer واقف على الـ switch فكده انا دخلت على الـ switch بشكل حقيق بطريقة شبيهة جدا بطريقة انا ازاي ادخل على الـ switch لو انا لسا جاي بالـ switch من سيسكو ولسا مطلعة من الكارتونة شرحنا مع بعض ازاي بوصل الـ power supply وازاي اقدر ان انا اوصل بالـ switch الاول مرة باستخدام الـ console cable وصلت بقى بالـ switch بـ console cable ممكن بقى تبدأ انك تشتغل وتبدأ تعمل الـ initial configuration لكن ده ان شاء الله هنتخليه في الفيديو اللي جايبه شكرا جزيلا لكم وخليني بس افكركم ان القصة دي applicable على الـ router او applicable على الـ switch يعني حتى الـ router فيه برضو console cable بيوصل بنفس الطريقة بالتفصيل وبرضه معلومة اخرى متستغربوش ودقوا عليها يعني ان الجهاز الـ 9600 اللي كان قدي كده نفس الـ configuration اللي هتتعمل عليه ونفس الطريقة هي هي نفس الطريقة اللي عملتها على الـ switch الـ 9600 اللي كان قدي فالحال مش هيفرق في حاجة زي كده في الاخر هي هي نفس الطريقة هتلاقي فيه برضو بورد console موجود هوصل فيه بنفس الطريقة برضو في دلوقتي انواع console cables بتكون موجودة انواع console cables بتبقى من ناحية RG45 ومن ناحية تاني USB ففيه حاجة زي كده موجودة وفيه حاجة تانية برضو موجودة دلوقتي ان Cisco دلوقتي كمان بتدعم الـ console عن طريق USB بيبعث لك ساعات مع الـ switch أو الـ router منظر كابل USB type B يعني خلين كده أورو بولكم برضو Cisco USB console بيكون الكابل بهذا المنظر ده اللي هو بيكون اعتقد بيسموه type mini B من هنا ده كده ايه ومن هنا حاجة اسمها mini B وبتوصله لو جينا كده نبص على Cisco 9300 switch rear غير مني معناها الرؤية او المنظور الخلفي هلاقي ممكن هنا في الـ switch دوت او مش rear لا فرونت في المكان الصغير اللي موجود هنا ده كده فيه port USB وفيه هنا port mini console فقدر ان انا اوصل بي باستخدام كابل USB بدل استخدام الـ console التقليل فى حد كده اوصل لنا هذه الفيديو ده واتمنى فعلا ان يكون الفيديو بيقاد لمعلوماتكم انا الحمد لله حاولت قدر مستطاع اوضح المعلومة اتمنى ان الفيديو برده او الانطباع بتاعكم يكون بيعزز المجهود دوت وان شاء الله اسمع منكم فيدباك ايجابي شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته